على الرغم من قرار المجلس الرئاسي بفتح تحقيق حول حديثة ضبط السفنة التركية في ميناء الخمس وما تحويه من أسلحة وذخائر وزيارة وزير الخارجية التركي إلى ليبيا مولود جويش أوغلو فإن البطء في معرفة أصل هذه الشحنة واضح منذ أن تم ضبطها لكن تفاصيل جديدة حولها يكشفها رئيس لجنة المتابعة بميناء الخمس الذي أكد أن شحنة الأسلحة التركية المضبوطة بالميناء تعود لشركتين إحداهما شركة سحاب للاستراد والتصدير والأخرى التغراولة وتعني باستراد المواد الغذائية وفقا للمراسلات الرسمية من قبل الشركتين للميناء التجاري رئيس لجنة المتابعة بالميناء قال إن التحقيقات جارية بشأن الوضع القانوني لشركتين وإن شركة الملاح التي قامت بشحنها اسمها شركة مرفأ مصرات للخدمات الملاحية والسفينة المحملة بحاولتين الأسلحة ترفع عالم أنتيكيا انطلقت من ميناء اسطنبول إلى ميناء الخمس وإن إجراءات متابعة الشركتين لدى جهة الاقتصاص حاليا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما لافتا إلى أن نيابة مدينة الخمس تحقق حاليا في قضية شحنة الأسلحة المضبوطة بالميناء والتي تحوي أسلحة ومتفجرات صوتية وبنادق صيد وحتى معرفة التفاصيل الكاملة حول هذه الشحنة سيكون على المجلس الرئاسي اتخاذ موقف من الكمية الكبيرة التي حاولت تركيا إدخالها للبلاد التي لا ينقصها سلاح ولا ذخرة فهي في متناول الجيش والشرطة وعامة الناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر